النقطة اللي عايزة أخدك فيها أن ميسي بيقول أنا غير مقتنع بالمشروع اللي قدمته أو المشروع اللي قدمه برشلونة خلال الفترة اللي جاية وبالتالي أنا ما عنديش طموحات إنها أتواجد في الفريق يعني ممكن يكون بأيد رأي ميسي لحد ما يعني ولكن الكرار صعب كرار يرجع له مش هو بس تقريبا ميسي الموافق على المشروع في لعبة تانية خصوصا أنه كان فيه ضغط في الفترة الأخيرة على برشلونة أو من إدارة برشلونة ومن إدارة الليج على تخفيض مرتبات اللاعبين فأمر بسرعة وكمان يعني طبعا إحنا كنا بنتكلم عن الدور الإنجليزي فجأة ظهر خبر ميسي أكيد ألب الحلقة كلها لكن يعني طبعا ميسي والانتقال ميسي دلوقتي حيطلع أسئلة كتير جدا ميسي طب ميسي مش هيكون في برشلونة هتبدأ نتكلم على الأندية اللي قدرة أنها تدي ميسي عقد عقد كبير جدا أعتقد ما فيش يعني هما ناديين تلاتة بالزبط بكل تأكيد يعني هو فينا ديين تلاتة زي ما حدتك قلت ممكن بي اس جي من الأندية اللي دايما يعني معدل النفقات عندها عالي جدا ولكن كابتناني فيه حاجة مهمة جدا أن الترانسفير ماركت أو الويندو حخلاص هيغلق معناهات الشهر 31 أغسطس 31 أغسطس قدامنا كمان رسمينا هو محمد رسميا أن طبعا ميسي لأن ميسي طبعا غير متواجد غير متواجد غير يعني غير متواجد ومش هيستمر في برشلونة للموسم القادم خبر صادم جدا زي ما بقول كل محبي برشلونة مش في أسبانيا بس لكن في العالم كله وخبر مفاجئ يعني خبر مفاجئ بعد طبعا زي ما تكلمنا وكل العالم كان بيقول أن خلاص ميسي متواجد وخاصة أن تعرف الدوري الأسباني هيبدأ خلاص الأسبوع اللي جاي وبالتالي خبر صادم وكل التكاهنات دلوقتي وكل الناس هتتكلم إلى أين ميسي إلى أين صحيح ميسي إلى أين الدوري فعلا هيبدأ من 13 أغسطس أيام قليلة جدا تفصلنا على بداية الدوري الأسباني ميسي إلى أين ومع ذلك الأندية الكبرى في الخطط بتاعتها في الفترة الأخيرة كانت خرجة ميسي من دارك الاهتمام مفيش فريق شوفنا أنه هو بيفكر حتى أنه هو يداعب ميسي أو يغازل ميسي بأرقام كبيرة خلاص زي ما حددك قلت رقم كبير مين الفريق الذي يقدر على استكتاب أو التعاقد مع ميسي موسيقى موسيقى موسيقى